شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الحلقة النقاشية الطريق نحو كوب 27 المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والتي نظمتها بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجينيفا وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على نجاح يوم النوع الاجتماعي الذي سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ من خلال عملية إعداد مسبقة وشاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف كالحكومة وموثلي اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وممثل المجتمع المدني والمرأة والأكاديميين مؤكدة أن الجميع سيواجه آثار تغير المناخ التي لا تفرق بين دول نامية ومتقدمة